أستاذ سعد الخطيب في هذا السلسة سعد الكاتب الصحفي درويش خليفة قال بأن روسيا ستحاول استغلال وتدويل هذا الحادث عالمياً مثلما قامت أمريكا بتدويل حادث 11 من سبتمبر ماذا ستستفيد روسيا من تدويل حادث؟ هل فقط في الحرب الروسية الأوكرانية؟ أم التوسع في مناطق مثل سوريا وغيرها؟ نعم هي بالتأكيد يعني كارثة وعمل تفجيري إرهابي داخل روسيا بالتأكيد روسيا ستستثمر هذه الحادثة لتحقيق بعض المصالح وللتقارب مثلا مع أجهزة مخابرات دول بتحت عنوان يعني مكافحة الإرهاب لكن أنا أريد أن أقول أن داعش يعني يجب أن نعلم ونعرف من يمولها ولحساب من تعمل هل هي مؤسسة واحدة هل هي منظمة تابعة لدولة أو أنها تعمل مجانا بالتأكيد لا هي أكثر من دعمها هي أمريكا وإيران وروسيا أيضا استخدمتها في بداية الحرب في سوريا مثلا على سبيل المثال مخترقة من جميع أجهزة المخابرات لهذه الدول بل وأنها تعمل أحيانا بشكل مباشر لحساب إحدى تلك الدول حسب التمويل وحسب التوجيه وحسب ما يتم الاتفاق عليه إذن نستطيع أن نقول أن داعش هي تشبه مؤسسة مقاولات تعمل بأجر مدفوع لمصلحة تلك أو إحدى أحد تلك الدول المتهم اليوم نعم ربما تكون أمريكا هي التي دفعت داعش بهذا الاتجاه لعمل عمليات إرهابية داخل روسيا لردا على بعض يعني معادات أمريكا وروسيا في أوكرانيا وفي سوريا وتعارض معها في كثير من الملفات هذا أمر ممكن لكن بالتأكيد يعني هي ليست من قرارها ليس من رأسها ولا تعمل مجانا أن تذهب وتحدث هذا التفجير داخل المدنيين نعم أنا كنت أريد أن أسألك عن السؤال بدايته ما كانت إذا ما تحدثنا عن تدويل قضية مثلما قامت أمريكا بتدويل نعم ما ستستفيد من تدويل يعني بالتأكيد هي تريد أن تستثمر هذا الحدث في بناء علاقات جديدة مع جزة مخابرات دولية وإقليمية وتريد أن تعرف وتسيطر ربما وتكتشف منابع من هو الممول ومن هو الدافع لهذه العملية والمخابرات الروسية ليست بعيدة عن داعش أنا أعتقد أن تستطيع تحديد من تم دفع داعش لعمل هذه العملية أول رئيسين يتصل بهما كما ذكرت الرئيس بوتين يتصل برئيس تركي رجب طيب أردوان وبشار الأسد ويقول يجب أن نتعاون من أجل يعني وقف هذه العملية الإرهابية التي جاءت عن طريق تركيا والإعلام الروسي بالأمس كان المكييل إلى تركيا باعتبار أنها من سمحت أو مررت أو تهاونت إلى آخره من العبارات التي تم استخدامها ولكن الكثير يتحدث على أن هذه التسوية التي ربما تحدث من أجل وقف الإرهاب ربما تحدث معها تسوية سياسية موسكو تريدها بين أردوان وبشار هل تنجح؟ لا أعتقد أن الأمور ستذهب بهذا الاتجاه بعيدا ولا أعتقد أن هذه الحادثة ستدفع تركيا إلى التقارب مع بشار الأسد هناك حدود طويلة لتركيا وكما ذكر الأستاذ الضيف بأن مرور داعش في بلد ما لا يعني أن الدولة تدعمه ولا يعني أن الدولة تدفع له أنها توظفه لمصالحها وأيضا أين المصلحة التركية يعني في دعم أو تمرير أو تسهيل لهكذا عمليات الدولة التركية تبحث عن المصالح المشتركة مع روسيا وهناك فعلا يعني مصالح كبيرة جدا بينها وبين روسيا وأنا أعتقد هذا الاتصال الذي حدث بين بوتين والرئيس أردوغان هو لتعزيز التعاون الأمني بين أجهزة المخابرات للسيطرة على عناصر داعش لأن لا تستخدم ضد تركيا وضد روسيا أيضا أيضا داعش استخدمت كثيرا ضد تركيا وكان هناك أيضا تعاون مشترك هنا بوتين يتصل بالأقرب إليه والأكثر تحالفا معه هي النظام السوري وتركيا أيضا لم يتصل مثلا بأمريكا ولم يعني ربما يكون المتهم الأول في هذه القضية هي أمريكا لإحداث يعني عدم استقرار داخل روسيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر